اشتركوا في القناة الثاني وهو أن نقول ادخل بالرباسك العادي واذبح فدية هذا من اتخاذ آيات لا يهزوا فرض الله عليك إذا أحرمت ألا تلبس القميص ولا استرويل إلى آخر وأنت تبارز الله بهذه المعصية وتدعي أنك متقاضي بليه لا سيم إذا كان حج نفلا سبحان الله أتقرر بالله بمعصية الله وإن كان هذا معصية في عباده لكن غلط غلط عظيم وحيلة على من على من على الله عز وجل كيف التحقيق على الله بهذا وأنت تريد أن تفعل السلح ياخذ أبقى في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه يحصل لك الأجل هذه واحدة أما الثانية وهي التحيل على الأنظمة فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع فمثلا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضا لا تحج مع تمام الشروط فهنا لا طاعة لها لأن هذه معصية الله أوجبه علي على الفور وهذا يقول لا تحج أما النافلة فليست واجبة واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يكن واجبا فيما لم يتضمن ترك واجبة وفعل محرم واجبة ثم إني أقول لكم أيها الأخوة طاعة ولاة الأمور أتظنون أنها طاعة بشر لبشر أجيب أجيب بما تعتقدون ما هو بما أريد أنا هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية هل هو طاعة بشر لبشر لا بل هي طاعة لله أزوجل لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولم جميكم فوجه القول بالإيمان يعني مقترى إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر فنحن إذا طعنا ولي الأمر في غير المعصية نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل وتقربنا إلى الله بطاعة جولات الأمور في عدم الحج هو طاعة طاعة واجبة وترك حج النفل ليس معصية فلا أرى أن الناس تتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل في أمر لهم فيه سعى والحمد لله نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر